النظام الإيراني يمكن أن يتغير حسب الإرادة الأمريكية إذا وجدت نظاماً يلبي احتياجاتها أكثر من هذا النظام معنى ذلك أنه الشعب صفر في هذه المعادلة ليس الشعب صفر ولكن نحن نقول أن الشعب لوحده لا يستطيع أن يفعل أي شيء أو فلنقول لا يستطيع أن يكمل مشوار إسقاط النظام يعني بمعنى النظام الإيراني تركيبته المطلع على تركيبة النظام وتغلغله الأمني وعبر مؤسسات هي أصلاً خدماتية ولكن تابعة لمؤسسة الحرس الثوري يدرك أن هذا النظام كالاخطبط متبدد بشكل كبير ويحتكر القوة وعنده قدر على البطش وعنده قدر على تحريك شعبي وربما ليس عنده منع من أن يقيم حرب أهلية أو يحدث حرب أهلية يخلق حرب أهلية في سبيل أن يبقى وبالتالي هو نظام مجرم لا يعرف للإنسانية أي قيمة وبالتالي قضية إسقاطه لا تتوقف أو هي غير مربوطة فقط بالتحرك الشعبي التحرك الشعبي مهم جداً جداً ولكن يحتاج إلى عوامل خارجية المجتمع الغربي لو كان يرى أن هناك ضرورة لتغيير هذا النظام لكان دعم هذه التحركات الشعبية ولكن كان الناس يتحركون وكانوا يقتلون بالرصاص وكانوا يقتلون وكانوا يقاضون للسجون وتبارس عليهم التعذيب ويحكم عليهم بالأعدام ويعدمون تحت مرأة الغرب ولا أحد يحرك ساكناً لماذا؟ لأن لا أحد من الدول الغربية حتى الآن يرى مصلحة شخصية أو مصلحة شخصية لدولته وخصوصاً المصلحة الأمريكية في تغيير هذا النظام فقط اشتركوا في القناة